أول شيء فيه شقين بالنسبة لخلال جلسة المجلسة وزراء تم النقاش فيهم بخصوص المرافق التابعة على وزارة الأشغال هو مضوع مطار رفيق الحرير الدولي بيروت والمرافق البحري بطبيعة الحال اليوم مجلس الوزراء أخذ قرار عندما تعرفوا شركات التأمين وطريقة التعامل مع شركة طيران شرق الأوسط والشركات العالمية اللي بتجي على مطار رفيق الحرير اليوم مجلس الوزراء أخذ قرار القيام بتغطية لموضوع التأمين للتأمين لطيران شرق الأوسط هو بالتالي طيران شرق الأوسط عم يحكي مع شركات التأمين الموجودة اللي هو مؤمن عندها وبالتالي هيدا الموضوع طيران شرق الأوسط تبقى رحلاته مسيرة من بيروت وإلى بيروت لكل عواصم العالم تقريبا بتالي هيدا الموضوع هو موضوع أساسي لأنه الهاجس الأساس عند وزارة الأشغال العام والنقل أنه هذا المرفق الجوي أنه يبقى شغال وعلى أقل على أقل على أقل يبقى شغال للناس التي جي على لبنان وتفل من لبنان رغم رغم أنه العدد وعدد الطائرات قليل لكن الهاجس الأساسي أنه يبقى هيدا المطار مفتوح أضف إلى ذلك أنه موضوع إذا صار في خطط إجلاء أو إلى آخرية أو مساعدات بطبيعة الحال من أكد من السراعي الحكوم أي طائرات عسكرية أو كل ما يختص بالوضع العسكري كل ما يختص بالوضع العسكري في هذا المجال تخضع لموافقة قيادة الجيش اللبناني الجيش اللبناني قبل اتخاذ أي إجراءات من قبل وزارة الأشغال العام والنقل وخدمة تلك الطائرات على أرض مطار رفيق الحرية الدول لبيروت وبالتالي نحن في حالة تنسيق كاملة ما بيننا وبين الحكومة اللبنانية وما بين الجيش اللبناني وما بين الشركات الخاصة التي تعمل في المطار بالنسبة للمرافق البحرية بطبيعة الحال نحن عملنا اجتماعات عديدة والهاجس الأساس والهدف الأساس هو عملية التسريع بإخراج البضائع للتجار وإخراج البضائع من المرافق البحرية وخصوصا مرفق بيروت ومرفق صيدة ومرفق طرابلوس وخصوصا القوت اليومي للناس لأنه ما بيتحمل الإبقاء عليها في المرافق المرافق البحرية وزارة الأشغال العام والنقل وكل مرافقها عم تشتغل 24 على 24 اليوم نحن كمان تواصلنا مع مدرية المخابرات وجيش اللبناني في حيث أنه ما نحدد أوقات معينة بالنسبة لإدخال البضائع وأخراج البضائع وبالتالي أصبحت الأمور بشكل أنه تبقى العشية شغال المرافق وهيك بيكون فيه ما بين العناصر الأمنية والأجهزة الأمنية ووزارة الأشغال وموظفين المرافق والوزارات الأخرى تبقى عم تشتغل على قادم الوساط كمان عم نشتغل نحن مع الجاميرك والوزارات الأخرى اللي هي معنية بالفحوصات لأنه بطبيعة الحال ما بنا نتسرع نحن ويكون فيه سلامة الغذاء وسلامة الصحة وبالتالي من خلال وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة ما فينا نتسرع نحن ونفوت بضعا كيفما كان وبالتالي عم ينعمل آلية من خلال الوزراء مع الجاميرك مع الجاميرك بحيث نسرع عملية إخراج البطائع وعطاء الموافقات ولكن ضمن شروط سلامة الغذاء أنا بكتفي بالأد بكتفي بالأد وإن شاء الله نشوفكم عن أريد لأجلاء الرعاية هل في صحيح تفصيل طائرات عدد من الطائرات لأجلاء الرعاية لك عطول الوزارات الدول العالم بشكل عام عم تتواصل مع وزارة الأشغال وبالتالي الإجلاء بيخضع أنه ينبعد كتاب لوزارة الخارجية ومباشرة نحن عم وصلنا كتابة من السفارة أو من وزارة الخارجية اللبنانية وعن نعطي التوجيهات الكاملة بالنسبة للمطار لحتى نكون بلدان عديدة أنا مش حاصيهم بس بلدان عديدة يعني أكتر من بلد بشكل يومي بس بس حاصيهم براسة هلأ معالي وزير ياسين معالي وزير ياسين موجود معالي وزير ياسين موجود معالي وزير الإعلام معالي وزير الإعلام بطبيعة الحال بطبيعة الحال لحاطيك أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء موضوع لأنه هيدا جواب سؤال بالسياس أكيد أنت الرئيس ناسي أولاً بالنسبة للمفاوضات بطبيعة الحال سنر değer Проpp members لم نتوا في تنسيق كامل حذب الله وطبيعة الحال رئيس ده göreELI هو رئيس مئاتي في تنسيق كامل أهم من رئيس بري اليوم هو إيقاف про نار وقف نار وبالتالي الحزب بالكامل نشرح الميدان اليوم نشرح الميدان وبالتالي هذا الموضوع ير لهكي لديك مسار عسكر의 وعندك مسار دميماسي وبالتالي المسار الدبلوماسي ما أعلنه الرئيس بره ما أعلنه الرئيس بره أكيد أنه هو متفق عليهم مع حزب الله وقال الرئيس بره ونحضر الماء بطولة تيمم